كرة السلة في مصر الحقيقة بتشهد تطور كبير جدا على مستوى البطولات المحلية وعلى مستوى اللاعبين أيضا منها بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة اللي شاهدت تقلق فرق كتير جدا ولعبين كتير جدا حقيقة يا جمانة كرة السلة كانت لفترة من الفترات كده من الرياضات المظلومة شوية لكن معمرون الوقت بقت تكتسب جماهيرية كبيرة هي والعاب تانية زي الهانبول وغيرها من الألعاب تفاصيل كتير هنعرفها في الفقرة دي عن بطولات كرة السلة لقيت تطور الملحوظ اللي حصل في كرة السلة المصرية كل ده هنعرفه مع كابتن خالد حسين رئيس جهاز كرة السلة بنادي الظهور الرياضي من ورنة ومشرفنا كل سنة وحركة طيبة السلامة ربنا خليك والقناة الأولى كده بخير بإذن الله قبل ما نتكلم عن بطولة منطقة القاهرة كرة السلة بقى لها جماهيرية بقى لها جمهور يعني زمان فيه أجيال مهمة جدا زي كابتن متحة وردة وغيره خلوا الناس شوية ترتبط بلاعبة كرة السلة بش بس كرة القادر لو هنبدأ بين الفرق الجيل اللي هو خلى اللعبة كرة السلة تنتشر في مصر يمكن الجيل الكابتن متحة وردة وبعد كده هتكلم عن نادي الظهور يعني الجيل دوت جيل يعني الناس كلها ما بتنساش الجيل دوت الجيل ده الحقق بطولة أفريقيا كان في سنة 83 في اسكندرية وصراحة كان جمهور اسكندرية عامل شكل جميل للبطولة والله يرحمه رياض شرارة كان ليه أسلوب في التعليق لدرجة أن فيه حاجات أنشيد وطنية بعد كل مواراة خلت الجمهور كله يعني كان بشاهد كل المواراة دي خاصة كانت الزمان كانت القناة الأولى وكانت تانية بس فكل الناس كان بتشاهد المواراة تغدوا وعطي فيها أكتر من 100 قناة فأنا الجيل ده ممكن ما ننسوهش بالأرقام بالواحد واحد لو أنا هقولك من 4 إلى 15 كان زمان النمرة من 4 إلى 15 كان كابتن عبهاد الجزار من النادي الأهلي رقم 4 رقم 5 طارق خالد من الجزيرة رقم 6 خالد بخيت من النادي الأهلي كابتن سلعوة رقم 7 أحمد مرعي اللي هو مدرب التحادس سكندري والآء والزمالك رقم 8 رقم 9 كابتن عمراء والخير رقم 10 كابتن ألان عطالة رقم 11 كابتن أمين شمان نجم المحلة نمر 12 كابتن مصر كابتن متحة وردة رقم من التحادس سكندري رقم 13 كابتن طريق الصباغ التحادس سكندري رقم 14 الله رحمه كابتن عبقاد الربيع 15 العملاق عسام أبو العنين وكان مدرب الفريق الكابتن فؤادة أبو الخير الجيل ده طبعا هو اللي خلى جمهور المصري بيحب لعبة كورتسالة أما عن نادي الظهور طبعا إحنا الحمد لله عندنا الفريق الـ 20 سنة حقق أول جمهورية وده يعتبر إنجاز كبير وده أول بطولة 20 سنة بنات تتعامل على مستوى مصر الجيل ده جيل صغير من جيل 2005 و2004 يمكن إحنا على مستوى البطولات من أول تحت 13 سنة نادي الظهور متفوق في المراحل السنية يمكن كان بيأخذ المركز الأول تحت 13 تحت 14 تحت 16 تحت 18 لحد موصلنا جيل 2004 و2005 خابت هولت الجمهورية وده إنجاز كبير لنادي الظهور لنادي الظهور دايما بيعتمد على أولاده غير الأندية الكبيرة الجماهرية يمكن بتاخد لعيبة وتشتري لعيبة أنا من وجهة نظر ده إنجاز كبير لناحنا بنلعب بأولادنا خاصة النادي الظهور نادي رياض اجتماعي يمكن فيه أندية جماهرية زي النادي الأهلي زي نادي الزمالك زي نادي الاتحاد كون النادي الظهوري تفوق على الأندية دي وعلى أندية سبورتنج والسموحة والأهلي والزمالك والجزيرة والصيد والشمس وهليوبلس ده إنجاز كبير للجهاز الفني وإدارة النادي ودعم إدارة النادي بقادة مستشار محمد الديمرداش وكابتن عالي عادي الأمين الصندوق واللجنة الراضية وكابتن محمد مطيع والنشاط الرياضي ويعني هي مجموعة كبيرة متكاملة ومنها اللجنة الراضية الدكتور سيد فضل ومجموعة كبيرة بتساعدنا على النجاحات وده أنا فخور بأن أنا رئيس جهاز نادي الظهور أنا من أبناء نادي الظهور لكن بشتغل في النادي من المراحل السنية حتى وصلت مدير فن الجهاز ورئيس جهاز النادي فدي برضو حاجة كويسة بالنسبة لي أن أنا ابن النادي أن أنا أعمل النتائج الطيبة ديت بالوضع دوت بالإمكانيات ديت إزاي تحقق المعادلة بقالي الإمكانيات أو بش بقالي الإمكانيات يعني الإمكانيات الهاية المعقولة ولا بتصرف كتير قوي ولا النادي ما بخالتش عنها بحاجة برضو ولكن أنا مرأ أوصل للمرحلة دي في وسط الأندية الكبيرة العماليكة دي أنا أبا أول جمهورية هو إنجاز كبير لنادي الظهور وإدارة لنادي الظهور طيب كابتان خالد خلينا نعرف من حضرتك برضو بعض التفاصيل عن بطولة منطقة القاهرة الموسم ده لو حدكت أدينا بعض التفاصيل يعني أبرز اللعيبة أبرز الفرق الموجودة طبعا إحنا أبرز اللعيبة بالنسبة للنادي الظهور عندنا طبعا جانة وفاضل وماية فاضلة معنا أنها مصابة مية لكن دول اللعبة وصل الكاس عالم عندنا طبعا جدي منصور خدت من صعادة اللعبة تحت 18 سنة خدت أحسن هدافة وأحسن رنامية سلاسية من النادي الظهور وطبعا لنادي الأهل برضو عنده مجموعة كبيرة برضو من اللعبات يعني جوهري وجايدة وطمارة نادر السيد بنت كابت نادر السيد لعب كورة مجموعة لعبين كبير كلهم يعني دوت لصالح المنتخب كل اللعبات ديت تحصل المنتخب طبعا أنا شرفني برضو أن جانا وماية لعبوا كاس عالم من نادر الظهور وكان عندنا لعبة تالتة برضو شازة أيمن بس اللعبة تصابت بالصاليبي فده إنجاز برضو معنى أنه فيه شغل كبير في وطفرة كبيرة لنادي الظهور في الفترة الأخيرة ديت وإحنا بحققين نتائج طيبة على مستوى القطاع كله سواء الولاد أو البيئات طبعا يعني كرئيس لجهاز تدريب كورة السلة بنادي الظهور إعداد جيل جديد يعني احنا شايفين الصور ما شاء الله يعني على اسم نادر الظهور ظهور شايفينها من الأنسات أو الكورة السلة النسائية عاملين دور مهم جدا وكمان حجزوا ليهم مكان في بطولات كورة السلة سواء محليا أو عالميا سؤال لحضرتك كرئيس للجهاز الفني إزاي بيتم إعداد هذا الجيل الجديد بتشتغلوا معاهم إزاي التدريب وإن أنا أختار لاعبين كمان كورة السلة محتاجة مهارات كمان محددة في من يحترف هذي اللعب هو طبعا أول حاجة أن احنا كرئيس جهاز أنا بختار المدرب المناسب على الفريق ممكن يكون مش مدرب بروفشنا لعنش محترب بس مدرب عنده انتماء للنادي ويقدر يدي جرعات تدريب زيادة وعاوز يعمل حقق شيء فممكن هو وإحنا بنساعده طبعا بالخامات اللي احنا عندنا زهور التجامع وزهور مدينة نصر إحنا بدل ما بجيب عدو رياضي من بره لأ أنا بجيب في عدو في زهور التجامع عندي أكثر ابن النادي يعني ابن النادي عم 16 فريق من براعم والأجداميات فمنها أن أنا بطلع منهم اللعيب المميز بغضو على زهور مدينة نصر يبقى منتخب الزهور مدينة تجامع ومدينة نصر وده اللي بيخلينا أن احنا برضو بنرتقب اللعبة بدل ما متدور على الناس من بره ونشتري لا أنا من نفس الشغل ونفس النادي أنا بجيب اللعبة من هنا أو ده لي نادي الزهور لمدينة نصر طبعا أنا بجيب المدربين اللي هما أكفاء برضو اللي هما يقدروا يكون أولا ليهم منتماء للنادي أولا المدرب الملتازم واللي بيشتغل بضمير وبيخلص ربنا بيديه يعني أنا عندي مجموعة مدربين يعني كابتن أحمد السيد كابتن محمد عبد المعز سيد إبراهيم مجد الأسباني محمد سعيد محمد عبد المعز ده الفريق الأول فكل المجموعة دي من المدربين هما طول ما في استقرار وما فيش أن انت كل شوية عايز تغير جهاز فالمدرب نفسه هو الانتماء للنادي لأنه حاسس أن ريس الجهاز بش يخضر عليه ولا مشيه لأن أنا بحس بالمدرب المدرب ده اللي بيعمل عليه وبيكتهد أنا مش حسيبك أنا في ظهرك لكن إن كل شوية عتماشي هو بيقول لك يا عمي أنا مش فارع معي لكن إنما يحسي أن أنا خايف عليه هو بيخاف علي فده شغل برضو يعني أنا بنصح للمدير الفانية أو رئيس الأجهزة دايما يبقى في استقرار للمدرب عشان يبقى الانتماء وحب للنادي وده اللي برضو الصمرة اللي احنا خدناها يمكن مش بأول سنة احنا خبه طول للسنة احنا بقنا على مدار ست سبع سنوات ندي الظهور في القمة يعني على طول أول أو تاني أنا بنافس على طول مع الأهل وده شيء يعني جميل لنادي الظهور برضو نادي مش من الأندية القديمة أو زي الأندية كبيرة زي سبورتنج وسموحة والاتحاد والأهل لأ أنا عشان أطلع في فترة بسيطة كده وأنا برضو فخور لأن أنا أكون أنا من أبناء النادي وأن النادي يديني صيقة بالرئيس المستشار محمد الديمرداش الصيقة أن أنا بقى رئيس الجهاز لفترة الحمد لله كويسة يعني دي بتديني برضو أنا يعني بتديني الانتماء أكتر والخلاص أكتر للنادي وربنا وفقني بنتاج طيباً الحمد لله يكلم طبعاً إحنا سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة طبعاً كابتن خالد حسين رئيس جهاز كرة السلة بنادي الظهور وأنتو حقيقة يمكن فريق كرة السلة بنادي الظهور قدم نموذج محترم جداً ومشرف جداً لنادي زي ما حضرتك قلت رياضي اجتماعي قدر أنه بالإمكانيات الموجودة قدر يخرج أبطال يشرفه كمان اسمه باشكوا حضرتك جزيلي شكراً